في غضون ذلك بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحث جملة من الأوضاع من أهمها المجالات الاقتصادية والتجارية على هامش أعمال القمة العربية وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الطرفين بحثات عزيز التفاهم والتعاون بين البلدين والتنسيق الأمني المشترك فيما أكد الملك السعودي أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين باعتبار العراق دولة ذات تاريخ ورجال وثروات وإمكانيات كبيرة موضحا أن بلاده مع استعادة العراق دوره الكبير في المنطقة وتعزيز العلاقات معه على جميع المستويات